قلبك حينين يا نبي وما فيش حنان على كوكبين الشمس طلعت في الغروب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنعمل مع بعض بندانة بغرزة جديدة اسمع غرزة البوركين هنبتدي تشرين في السلام واحد اتنين سلتا اربا خمسا ستا سبا 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 ستا عشر الثداشر اتناشر تلات اشر اربعتاشر خمسا ستا سبا ستا ستا سبا으니까 عشر ثمانتاشر تتا سعateursر عشرين واربعة بغرز في هذا واحد ا اتنين تلاتة اربعة أعملنا اربعة وعشرين وغرزة للثلاث ثم نقوم بعمل في كل سلسلة غرزة حشو نقوم بعمل أول سلسلة ونقوم بعمل غرزة حشو ثم نقوم بعمل ثلاثة وعشرين غرزة سلسلة ثم نقوم بعمل غرزة حشو السطر يكون بنفس النظام ثم نقوم بعمل غرزة حشو في كل غرزة سلسلة طبعا غرزة الحشو عارفنا وعملين بها فيديو اللي حابب يرجع لها نقوم بعمل غرزة حشو ثم نقوم بعمل الثلاثة وعشرين غرزة حشو ادخل في الخراء على غرزة الحشق و اصحب الخير و اخذ 3 لفات الامة اخذ لفتين و اصيب لفتين على الابرة العمود الثاني ادخل في غرزة الحشق و اصحب الخير و اخذ لفتين و اصيب لفتين كده يكون لفتين على الابرة العمود الثالث هادخل في غرزة الحشب واسحب الخيز واخد لفتين كده عندي اربع لفتين اخد ثلاث لفتين واسيب لفتين وبعدين اخد اللفتين مع بعض نسمع غرزة البركان دي غرزة كلاستر متكونة من ثلاث اعمدة غير مكتملين بعد كده هاخد لفة على الابرة وادخل هنا في الفراغ اللي هو بين غرزة البركان وبين الاربع سلاسك هادخل كده واسحب الخيز هعمل غرزة بفتين متكونة من اربع اعمدة في اول واحدة كده الثانية كده الثالثة كده الربع سحبت الخيط اربع مرات بعد كده هنسحب الفتلة منهم كلهم ايوه مش هقفل عليهم بسلسلة هاخد لفة على الابرة على طول واخر عمود انا عملته هدخل في قلب الغرزة ايوه مش في اللي جنبها في قلبها بالضبط هعمل برضو ثلاثة اعمدة غير مكتملين ايوه ادي واحد اللي بعدها اثنين اللي بعدها تلاتة اصحب الخيط منهم كلهم هيتفضل لفتين هاسحبهم مرة واحدة اهي بعد كده هعمل غرزة البف الفراغ اللي بينهم هما الاتنين هاخد لفة على الابرة وهدخل هنا في الفراغ واسحب الخيط اربع مرات اهه كده تلاتة دي الربعة غرزة البف بعد كده هاسحبها منهم مما الاربعة اهه مش هقفل عليهم بغرزة التلة والايلة هاجي في نفس اخر عمود انا عملت هدخل برضو في الغرزة وهعمل عمود غير مبتمن اهه ثاني عمود غير مبتمن وتالت عمود غير مبتمن واسحب من اخر غرزتين وبعدين اسحب منهم كلهم نشاكل عليه توري اعمل بس دول وخلاص نجي هنا بقى هناعمل غرزة البف هاسحب الخيط اربع مرات واحد اثنين ثلاثة 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 اربعة وبعدين اسحب من الاربع اعمود هناعمل واحدة كمان اخر عمود في الثلاثة اعمود غير مختملين نحن اضطيح اذا قدمت ارد في الثلاثة اعمود غير مختمل اصحاب اول عمودين اضطيح اضطيح ثلاثة 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 اضطيح اضطيح نحب الخيط لأول مرة ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة نحب الخيط أربع مرة بعد تسحب منهم أول مرة أربعة نحب كرر لغيية الثطر نكمل الثطر في نفس النظام و نكمل مع بعض أخذ السطر أخذ الغرزة نأخذ لفة على الإبرة نأخذ حرف V نرتفع نأخذ أول لفة ثاني لفتين ثاني لفتين ثاني لفتين نرتفع السلسلة وندير الشر ونأخذ غرزة حشو هل ترون الغرزة التي تحصل فيها؟ نأخذها ونأخذ غرزة حشو ونأخذ أنها 23 غرزة هذه أول غرزة هادي واحد هنا اهو حرف البيوت ندخل فيه كده ونعمل غورتة حشو كده اثنين اهو ثلاثة لازم يكون ثلاثة وعشرين غورتة عشان يطلع شغولنا مضبطة كل حرف البيوت بيقابلنا ندخل فيه كده ونعمل غورتة حشو ثلاثة غورتة حشو ثلاثة حرف البيوت واضح قليط قدامنا نعمل غورتة عشان ده تقديد للغورتة اللي احنا بنعملها زي ما اعملنا في البداية خالص فوق الثلاثة ثلاثة وعشرين غورتة حشو هيبقى نشغل كله بنفس النظام نعمل غورتة حشو وبعد كده نعمل الغورتة اللي احنا عملناها الغورتة اللي هي غورتة البوركية نخلص السطر كله بنفس النظام وغرز حشو ونرجع نكمل معه خلصت السطر هو بغرز الحشو طبعا اصطلع عندي واحد وعشرين غورتة ثلاثة اتباع عندي اخر غورتتين في اخر ارتفاع اربع سليسة هدخل فيه وعمل غورتة حشو عشان اكمل الثلاثة وعشرين غورتة حشو وفوق الاربع سليسة الارتفاع هاعمل فيهم برضو غورتة حشو كده انا اكمل الثلاثة وعشرين غورتة ثلاثة وعشرين غورتة هيبقى البندانة هتبقى كلها بنفس النظام طبعا انا هارتفع بالادوار لغاية محط الرقص لغاية ما نقسها على راسنا كده نلاقيها مضبوطة غورتة حشو وبعدين غورتة البوركل غورتة حشو غورتة البوركل لغاية الطول اللي احنا عايزين انا هكمل بقى بنفس النظام بعد ما اعمل الطول اللي انا محتاجه نرجع نقفلها مع بعض موسيقى موسيقى موسيقى